تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبحضور سمو الشيخ أحمد بن حمد براشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام انطلقت في دبي اليوم فعاليات الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة تحت شعار التجارة العالمية اثنين المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار لتعكس التزام المنظمة بتفعيل مساهمة المناطق الحرة في المنظومة الاقتصادية الشاملة على المستويات الوطنية والأقليمية والعالمية ذلك باعتبارها من بين أكثر السبل الموثوقة لتعزيز التجارة البانية وتطوير سلاسل التوريد العالمية خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي أكد معالي عبدالله بن طوغ المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية ذلك عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لنمو القطاع السياحي وعن طريق ضخل الاستثمارات السياحية وبناء المشاريع السياحية بمختلف إمارات الدولة بالإضافة إلى توسيع شبكة خطوط الطيران وتوسيع شبكة التنقل داخل الدولة وتوفير الخدمات السياحية المتميزة وهو الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً مشيراً إلى أن الإمارات تستهدف جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم بحلول عام 2031 أعلنت أدنك أن مشروع تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي وتعتزم شركة أدنك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة وتعتزم شركة أدنك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه كما يجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة ونووية وهو الأمر الذي سيجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم كشف سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عن ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وهو الأمر الذي يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كوفيد-19 وأضاف أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة سجل نحو 31.862.635 مسافراً خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع 20.381.324 مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2022 أي بزيادة تعادل أكثر من 11.5 مليون مسافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر